مسلسلة سندس ملخص أحداث الحلقة الثلاثة وعشرين واللي بتبدأ بوائل قاعد مع بدر وبيقول له مالك فيك إيه خلاص يا عم نجحنا حتى لو جبنا مقبول قدين عدين وخلاص قال له مش على كده أنا قلان جدا من الموضوع بتاع هنقوم مها رده قال له يعني إيه مش خلاص سندس هتشوف لك حل خلاص بقى انبسط قال له يا أخي أنا اللي مزع عني إن الموضوع حصل قدام فرح وفرح دي لها معازة خاصة فأنا خايف تفهمني غلط أو تعرف إن أنا مش كويس فرح قاعدة مع سندس بتوريها صور باباها وصور الفسح بتاعتها في الشرقية وبتقولها أنت تعرف الشرقية قالت لها طبعا روحتها كتير جدا وعندنا كمان مواصم فرياض زي ما عندكم مواصم هناك وبييجي بدري بعد كده بيقولها إن هو نجح وجاب 69% وبتقول له فرحان قوي يعني 69% بتوعك أنا هروح أجيب حاجة واكي وبتسيب بدري مع فرح بدري بيتكلم مع فرح وبقولها أنا عارف إن جزعتنا مني قالت له أزعل منك لي يعني قال لها أنا عارف إن حصل ده ما كانتش يحصل قدامك يعني وأنا فعلا غلط أنا طايش آه لكن صدقيني لما أبدأ إن أنا أكبر مش حابق كده وحسعدك بتتكلم معنا فرح وبتقولي إن أمها دايما كانت بتقولها إن هي حتجوزها لابن فرح ما قاليتش مثلا لابن عبد الرحمن كانت معتزة جدا بفرح وإنها يا ما شافت نفسها إن هي فعلا مراته وإنها جاية تعيش معاه في الرياض راشد عند زوجته التانية سهة بتخليه اشتغل في المطبخ بتتصل بيه مراته ريمة مش بيرد وطبعا بتقوله هي بتتصل بيه كل شوية ليه وكمان ريمة بتبدأ تشك فيه وده اللي بيخليها تروح على المكتب علشان تشوفه هناك وده لأ وهناك بيستقبلها صاحبه محمود وبتقوله تصل لي بيه وبقولها إن هو بيجيب شحنة وجاي لكن لما بيتصل بيه بتفتح هي الاسبيكر وهو طبعا عند سهة فبيسأله محمود إنت فين بيرد بيقوله أنا فوق قال له فوق فين وردت طبعا ريمة وقالت له أنا هنا في المكتب إنت فوق فين وبتعمل إيه قال لها أنا عند الراجل بس اللي بيصلح الدشه أنا نازل دلوقتي وبينزل بسرعة يجري وبيعمل إن هو فعلا كان مع الناس فوق يعني بيصلحه الدش وبيقعد مع امراته يتكلم ويقول لها من وراء المكان وبيطلب كمان غدا لكنها كانت شكة فيه وبدأت إن هي تشم ريحة برفان حريمي في هدومه للمرة التانية وده اللي خليها تشك فيه لكن طبعا قال لها رحميني انتي ليه كده وبيعدي الموضوع بسرعة علشان ما تاخدش بالها بتروح بعد كده ريمة تاخد فهد من عند سندس وأمينة وهناك بتوض مع سندس وبتشم ريحة البرفان اللي حاطتها جزها وبتبدأ تشك إن في علاقة بينهم أما بعد كده فمنلاقي وقت بتتخانق مع المديرة بتاعتها علشان خاطر فاضل ساعة بس على إعلان النتائج وإنها عايزة تعرف النتيجة دلوقتي حالا مستعجلة جدا وبعد ما بتعرف النتيجة بتروح بسرعة وبتقول لراشد إن هي جابت 99.20 درجة وطبعا راشد بيفرح لها جدا وبتيجي مودي وبتسلم على راشد وبتقول له بقى بقى موجودة وما تجيش تسلم علي قال إن هو أصلا ما كانت شعرف إن هي موجودة هنا في الرياض وبيسلم عليها وبتجري بعد كده واجد عند ثامر عشان تسأله عن الدرجات بتاعته وبتاعت خواته وبتروح لمناهل مناهل بتقول لها أنا معدلي زي منا أنت اللي تفوزي وساعتها بفرحة جدا واجد وبتقول لنفسها يا طرح هطلب إيه من بابا يجيبولي على الغدى مشاعر محضرة البطاطس والكبسة والجريش قاعدين بيكلوا وبتكلموا في إن ثامر سقط ودي أول مرة يعملها لكن ثامر بيقول لهم أنا خسرت الجولة لكن ما خسرتش الحرب ومش كل حاجة الامتحانات يعني مش حاجة برضو مهمة لازم أثبت نفسي بيها بيفتح راشد موضوع الشغل بينه وبين عامه على الأكل عبد الرحمن بيقوله مش وقته الكلام ده بعد كده من لقيمودي قاعدة بتتكلم مع أخوها عبد الرحمن بيقول على موضوع خط بتفرح وبدر لكنها قارت لسه بدر وغيرت الموضوع وتكلمت في موضوع صندس إن هي مش مرتاح لها أبدا ولازم تسيب البيت وتمشي لجل عبد الرحمن بيقول إن بنتي كويسة وشايف أولاده وبتعمل كل حاجة في البيت وإنه مرتاح لها ولا يمكن حيطردها من هنا لكن بتقوله إن هي شكة إن هي تكون متفقة مع الاسمها سلمة علشان خطر يغض فلوسه لكن طبعا عبد الرحمن ما كانش مصدقها وبتيجي بعد كده صندس قاعدة بتسمع ميوزك وبيتصل بيها محمد لإن سلمة كانت على الباب وعايزت قابلها بيقول لها إن سلمة موجودة قالت طبعا تدخل في حين إن عبد الرحمن ومودي بيدخلوا من الجنينة وسندس بتيجي وبتاخد سلمة وبيعودوا فوق جوة لكن للأسف سلمة قررت لها إيه اللي أنت عملتيه فيا ده هرام عليكي أنا برضو عندي كرامة أنا قلتلك إن أنا عايز أتجاوز عبد الرحمن ليه عملت فيا كده ولما عبد الرحمن بيجي بيرحب بيها بترمي الفلوس على الترابيزة وبتقول لإحنا فوق أرقابس عندنا كرامة وما ينفعش إن انتوا تعملوا فينا كده وبتبقى غضبان وبتنرفزة جدا وبتقول لمودي أنا برضو عندي كرامة ومش طمعانة في حاجة يا مودي وده اللي بيخلي سندس تشك إن مودي عملت حاجة لسلمة في حين إن ريمة بتتكلم مع جوزها إن ممكن يكون في علاقة بينه وبين سندس يكون مثلا متجاوزها قال لها لأ أنت تجننت رسمي أنت تروحي بقى تتعالج عند الطبيبة النفسية اللي بتتعالج عندها أختك أما منصور فقعد من نائب الجو هناك عند سندس واقف بالعربية بتاعته يمكن ياخد عليها حاجة يعرف نقطة ضعفها إيه علشان طبعا يقدر إن هو يحاربها بي السلاح ده لأنه عايز يخليها تمشي من المكان لأنها مؤثرة جدا على عبد الرحمن عبد الرحمن قاعد مع مودي أخته بيقولها إيه اللي أنت ما عملتي مع سلمة ده أنت واحدة مغرورة أنت واحدة مريضة إزاي تعملي حاجة زي كده يعني حطيت في عقلك إن سلمة دي طمعانة فيها ورحتي وبجهتيها وبرضو سندس حطها في دماغك إن هي مش كويسة وبرضو بتعمليها معاملة أي كلام بتحطي حاجة في دماغك وبتنفزيها أنت واحدة مغرورة ومريضة وأحركتيني جدا مع سلمة وطبعا هزاها جامد سندس بتروح لسلمة وبتعتذر لها على اللي حصل وبتقولها أنا أسفة جدا على اللي حصل ما كانش قصدي وأنا فعلا أعترف إن أنا انهزامية كنت عايزة أهرب من البيت واسيب لك المسئولية دي عبد الرحمن قال صح فعلا قارت لها خلاص يا سندس اللي حصل حصل اتفضل امشي قارت لها طيب جبتي فلوس منين قارت لها مركيش دعوة قارت لها بس لازم أعرف قبل ما مشي جبتي الفلوس منين قارت لها ستلفتها يا سبتي خلاص بتجي بعد كده موضي وبتتكلم مع سندس وبتقولها أنت ملكيش قاعدة هنا روحي شوفيلك شغلانة تانية يعني أجيد حتلاقي شغل أحسن من هنا بكتير قارت لها فعلا أنا حمشي علشان ما قدرش يكون في مكان انت فيه ثامر كان سامع كل حاجة سندس بتروح وبتجاهز شنططها علشان تمشي ثامر بيجو بيقولها انت فعلا انهزاميا زي ما بابا قال عليكي انت كده بتهربي فعلا من المسئولية وده اللي خلا سندس ترجع في كلامها لأنها بعد كده راح تواجهة موضي إنها قاعدة وإنها مش هتمشي غلما صاحب البيت هو اللي يقمر إن هي تمشي طالما هو عايزها يباح تفضل وبتطلب القهوة وبتغيز موضي من لايه بعد كده عبد الرحمن قاعد في غرفة زوجته المرحومة بتيجي أمينها وبتقول له إن أخته موضي عايزاه ولما راح يقعد مع موضي قارت له يا أنا يا سندس في البيت ساعتها قال لها سندس تاني يوم الصبح منلاقي فرح وامها موضي واخدين الشنط ومشيين على الشرقية وطبعا علشان خاطر عبد الرحمن يعتبر طرطها وفضل سندس عليها بتيجي فرح علشان تسلم على سندس لكن بتتدايق موضي وبتقول لها يلا فرح كان نفسها تستنى لحد ما تشوف أولاد خالحة لكن أمها استعجلت وعايزاها تمشي دلوقتي سندس بتقول لي موضي إن البيت بيتها وتقدر تيجي في أي وقت بترد موضي وبتقول لها ما أنا عارفة إن البيت بيتي وبيت أخويا وأنا يعني حاخد الإذن منك وبتاخد بنتها وبتمشي وبتبص لها سندس وبتقول أنا مشين إيه هزامية وحفضل أعداء وحواجه كل حاجة بتخلص الحلقة على كده وده كان ملخص الأحداث الحلقة الثلاثة وعشرين من مسلسل سندس يا رب ملخص بتاعي يكون أعجبكو أحبكم مرة أشوفكم على خير باي باي